الخامس عشر من سمتمبر هو اليوم الذي حمل إلى المنطقة معاهدة جديدة ستغير ملامح الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً وفق جميع المواقعين المعاهدة التي وقعت بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية هي معاهدة سلام وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين تعهد الطرفان على أساس بنودها باحترام سيادة بعضهم البعض واحترام حق كل طرفين بالعيش بسلام وأمان وبتطوير علاقات التعاون بينهما على أساس سلمي ونصت بنود المعاهدة على تبادل السفراء بين البلدين وجعل العلاقات طبيعية بالكامل بينهما ومن أبرز بنودها تأكيد طرفين على تطلعهما لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالاستقرار والسلمي والازدهار وجاء في المعاهدة أن التحديات المطروحة على الشرق الأوسط لن تجد حلها إلا بالتعاون وليس بالحرب كما أقرر الطرفان بأهمية تكريس الأمن والسلام اعتماداً على التفاهم المتبادل والتعايش السلمي وخصت المعاهدة فقرة أساسية لمحاربة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف وإنهاء النزاعات من أجل مستقبل أفضل وتعهد الطرفان بتشجيع مساعي تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وترشيخ ثقافة السلام بين الديانات الثلاث كما نصت المعاهدة على اتفاق الطرفين على تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات كافة خدمة لمصلحة البلدين وازدهار المنطقة اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وتعليمياً وعلمياً وقعت البنود باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية في خطوة تفتح صفحة جديدة في منطقة أنهكتها الحروب والصراعات لعقود